مصرين زايت السورة أنا شايفة أنه كان قبل السورة بكتير يعني خلينا نقول من 2005 أو من قبل 2005 كان طول وقت كان عندي إحساس أنه مصر زي البركان بيغلي 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 والبركان ده جاف وقته انفجر الانفجار ده كان كان هو اللي عمل سورة 25 يناير والهو الناس بدأت يعني اتقصر حاجز الخوف اللي كان جواها طول الوقت إنها تخاف تنزل إنها تخاف تنزل في مظاهرات إنها كانوا خايفين يعبروا عن رأيهم في السياسة فاللي حصل في ثورة 25 يناير أشبه بالبركان فالبركان لما انفجر طلح حمام كتير بس ما قدرش أقول إنه الثورة خلصت أو نجحت لا الثورة لسه لسه مستمرة لإنه البركان لما بيطلع بيقعد فترة طويلة علشان الحمام البركانية تهدى لما تهدى نقدر نبني عليها ونقدر نزر عليها ده نفس الحال اللي حصل في مصر واللي حصل في ثورتنا ومهما يعني الناس خافت والناس ترعبت من فكرة ظهور الإخوان أو السلفيين لكن يعني أنا عندي يقين هو مش تفاقل قوي بس أنا عندي إحساس إنه مصر قدامها شوية يعني مش أقل من عشر سنين عشان تقف زي ما كانت وقفة زمان والثورة ما خلصتش والثورة هتقدر مستمرة برغم كل كل المعوقات وكل العراقيل اللي هي بتبقى قدامها لكن هتكمل وانا متأكدة من ده ما فيش حاجة بقيت متوقعة أو غير متوقعة في مصر خالص احنا كل يوم بتعدي علينا الأحداث بدون توقع يعني مش عارفين يعني أبسط مثال يوم الجمعة لما قالوا أنه فيه مليونية في أحد الأيال وحصل منوشات وضرب بين الإخوان وبين الليبراليين فبرضو احنا ما كناش متوقعين أو لما نتوقع حاجة ممكن ما تحصلش أو لما ما كناش يعني والعكس صحيح اشتركوا في القناة